ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأن جلها مقاولة صغرى ومتوسطة لأن في قطاع النقل السياحي إلى ما تنقدر أن نهضر إلى 96% هذه المقاولات كلها صغرى ومتوسطة وجد صغرى يعني غير مهيكلة باقي الناس منزل أننا في القطاع دينا وحد شوية العشوائية اللي مازال ما تأتراتش وما تهيكلاتش نحن نهضر اليوم بصراحة المشكلة لليوم لقناه وهو يعني فاش ربطات لصين إساس باش يستفدوا الناس الاستفادة بشهر فبراير هنا بدأتنا مشكل لأن واحد العداد ديالالأجراء فقدوا العمل ديالهم قبل فبراير احنا اليوم ميمكنش ننظروا ظهرنا لعدي الناس هادو لا لك مسؤولين يعني عن القطاع ولا مسؤولين الجهويين ولا المركزيين هذه رفئة جد مهمة من المجتمع أعطات الكثير والكثير كانوا صفراء ديال بلاد هم اليوم ميمكنش ولكن التفاعل ما زال ما مشفنا شي تفاعل يعني ما يمكنش لنا اليوم نخليو هاد الفئة هادي لا من السائقين ولا من الناس اللي خدامين في بيغو هادا نخليهم ضحية ديال هاد القرار اللي خدات لصينيسيس في فيفريه اليوم في إطار التكتول والتضامن ويعني الوحدة ديال المغربة بنتائه الناس هادو يكونوا يستفدو وحنا كنت أهدو على العاتق ديالنا باش نحاربوا هاد الاشواء يلي كينا في القطاع ديالنا الي لقينا شركاء حقيقيين لأننا احنا عدنا ملف من الفين وثمنتاش من ديسمبر الفين وثمنتاش وحنا حاطينو ديال تأطير الميهنيين ولكن ما لقيناش جهة مسؤولة قوية باش تحل معنا هاد المشكلة هادا لأن هاد الناس بغين يتنطموه بغين يتأطروا ولكن حنا كنت سنو الجهة اللي اللي تكون تاخد المبادرة وتحيد هاد الناس من العشوائية هو تشكي يرجع على القطاع ديالنا بالخير وعلى الدولته هي لأن كل شيء يبدأ يخلص الالتزامات دياله